السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكرة جديدة وطريقة جديدة لمكرونة من المطبخ اليوناني تابعينا إلى الأخير في البداية نقطع اثنان حبة الفلفل الملون مكعبات ثم نبرش جزرة نخفق أربعة بيضات ونضيف الملح ورشة وفلفل أسود نضيف أربعمائة جرام زبادي بدون نكهة ونضيف نصف لتر حليب ونخلطه جيداً نضع الخضروات في الخليط نضع الفلفل والجزرة الزورة وزيتون وزيتون أربعمائة جرام من المشروف ونخلط المقادير جيداً نضيف ملح ثم نضيف التوابلة الزعتر أو البردكوش نخلط المقادير مع بعضها كليو مكرونة ملونة أسكب الخليط على المكرونة ونسوي جيداً ونضع على الوجه جبنة ونضعها في الفرن حتى تنضج يغلف سطح الطاجين بورق ألومنيوم ثم يخبز في فرن درجة حرارته 200 درجة نئوية شكراً على المشاهدة تابعينها لكل جديد دمتم في حفظ الله ورعايته شكراً على المشاهدة